اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطح والمشاكل ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وثمان دقائق مساء من مساء اليوم السبت بتوقيت جرنيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما ان القمر موجود في برج الميزان معناته بيأثر علينا صفات من برج الميزان على جميع الابراج في هاي الفترة فتعتبر هاي الفترة هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر نكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد تعتبر هاي الفترة هي فترة ممكن ننجح فيها في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجيات جميلة اليوم في عنا ثلاث زوايا بطيئة رح تتشكل يعني رح يبدأ ذروتها ابتداء من اليوم وتستمر طبعا للأيام القادمة لأنها كل هاي الثلاث زوايا رح تتشكل في يوم واحد اللي هو يوم ثمانتاش أربعة الزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم ستعاش أربعة لغاية يوم تسعتاش أربعة هي ذروتها يوم ثمنتاش أربعة بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل للمسائل كما أنه ممكن يعني هيك يصيبنا نوع من أنواع العصبية أو المزاج المتقلب ونرتكب الأخطاء والتهور كما أنه هذا الوقت غير مناسب أو غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم لغاية يوم واحد وعشرين أربعة ذروتها يوم ثمنتاش أربعة وهي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي برضو نفس الشيء تأثيراتها تبتدأ من اليوم وبتستمر تأثيراتها ليوم عشرين أربعة طبعا دروتها برضو يوم ثمانتاش أربعة كلنا دولا في ساعات الصباح هاي الزاوية بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة لبعض الأشخاص ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وكمان بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية البطيئة التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي طبعا تأثيراتها ذكرناها من يوم أربعة عشر أربعة ورح نستمر بذكرها لغاية يوم اثنين وعشرين أربعة طبعا هاي زاوية سبب أنه في هاي الفترة بتور أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وبتدل على وجود مؤامرة ضد الحكومة حكومة في دولة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوة حوادث كحرائق وظواهر طبيعية كالزلازل والبركين وأمور إلها علاقة بالتعريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسليس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي برضو تأثيرها من يوم ثمانية أربعة منذكرها لغاية يوم يعني ثلاثة عشر أربعة هي ذروتها هي رح نظل نذكرها لغاية سبعتاش أربعة يعني من ثمانية أربعة لسبعتاش أربعة وهي زاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وقدرتنا على تحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية الإقتران ما بين المشتري وما بين نبتون الآن هي في مرحلة ذروتها ورح تستمر لغاية يوم خمس وعشرين أربعة هاي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهي الفترة ممكن تنتهي لبعض الأشخاص وضعية حرجة وبعض الأشخاص ممكن يقعوا في الحب والغرام من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها لتشكيلها مع القمر أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وست دقائق ظهرا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل بين القمر وبين الشمس وهي يعني أن القمر رح يصير بدر الساعة ستة وأربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وهي زاوية طبعا سلبية تخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها قبل خلو المسار هي آخر زاوية هي زاوية تربية سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة تسعة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة يعني الساعة تسعة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم اللي هو رح يبدأ عنا خلو المسار اللي هو مساء يوم السبت ورح يستمر حتى بعد منتصف الليل يعني أول 22 دقيقة من دخولنا في يوم الأحد يعني بمعنى آخر أنه هذا اللي هو خلو المسار مدته تقريبا بحدود الساعتين ومعني تقريبا 18 دقيقة هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أن نراجع الطبيب فيها طبعا الكلة، الحالب، المثانا البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس والبنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر، والزائد الدودية طبعا هذا اليوم بما أنه اليوم رح يكتمل القمر فهذا اليوم اللي هو يوم السبت هو أفضل الأيام لإجراء إما حجامة للي بدهم يعملوا حجامة أو بيسألوا عن أوقات المناسبة للحجامة فهذا أفضل يوم لعمل الحجامة اللي هو يوم السبت وبرضو للي بيحبوا يتبرعوا دم لعساس أنه الدم بيكون في كامل طاقته أو بيصير في سيولة كمان في الدم وتدفق للدم فهذا يوم برضو مناسب لتبرع الدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا يوصى بإجراء عمليات جراحية إلا إذا كانت ضرورية ومضطرين لإلها ويفضل الأشخاص اللي بيأخذوا أسبرين إنهم يكونوا حذرين من هاي النقطة لأنه زي ما حكينا تدفق الدم بيكون قوي وسيولة الدم بتكون برضو عالية جدا هذا اليوم برضو غير مناسب لعمليات التجميل اللي هي الجراحية ولكن مناسب للحقن اللي هو الحقن أو العلاج البشري البشرة أو الأمور هاي هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا اليوم تقريبا أنا بقدر أحكي إنه مش لها الدرجة مناسب يعني لو فضلنا إنه نأجله بيكون أفضل ولكن إذا كان اضطراري فما في أي مشكلة بالنسبة للقمر بما إنه حكينا إنه اليوم فيه خلو مسار ولكن إنه عمر القمر اليوم اللي هو القمر المكتمل 15 يوم فيه تمام الساعة 34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير 16 يوم وبكتمل فبتصير نسبة الإضاءة 100% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 طبعا سعيدة بنسبة 45% القمر في الميزان حتى يوم 17 أربعة سعيد بنسبة 30% عطارد في الثورة حتى يوم 29 أربعة طبعا بلشت سعادة عطارد ولكن سعادته بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت حتى يوم 24 خمسة منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% قرنس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للقمر هو مقابل موليد برج الحمل في برج الميزان وهذا الشيء يعطيهم دعم على مستوى تعزيز شراكاتهم وعلاقاتهم مع شركاءهم بالمال والعاطفة وهي جيدة للمصالحات ولكن طبعا القمر لما بيكون مقابل البرج بيسحب من طاقته فبصير القمر هنا ما بيعمل تفاهم وهدوء وود بين أصحاب موليد برج الحمل طاقتهم بتكون ضعيفة ممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة فعشان هيك بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية ابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنك انت ضد الضعيف وخصمك أقوى منك والحرقيل ممكن تستفزك هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتكون ديروا بالك لأنه ممكن يتراكم العمل عندكم وما تجدوا يعني مساعدة كثيرة إلا من بعض الزملاء ممكن أنها تكون ولكن بتكون تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع زملائكم في العمل ممكن اليوم تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على يقتكم أو البدء بحمية اليوم تديروا بالك لأنه راح تتزامن الواجبات ممكن يصير أكثر من عمل في نفس الوقت فما تقدروا تنجزوا كل أعمالكم فيتراكم العمل ويصعب عليكم بزيادة ممكن تضطر للعمل وقت إضافي فبدك تدير بالك وحاذر برضو من المشاكل الصحية برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعاً القمر في البيت الخامس وهذا بيت قوي جداً بالنسبة لإلكم اليوم راح تشتد رغبتكم أكثر في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها وخصوصاً علاقتكم مع الأحبة بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات اليوم ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الفترة الماضية الأجواء داعمي لإلك على المستوى العاطفي على مستوى هواية على مستوى الترفيه على مستوى علاقتكم بأبنائكم كلها تقريباً ممتازة برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم أو الدخول بعين نقاشات حد ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شيء أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك أهم شيء أنك ما تفرض رأيك وهي فترة برضو مناسبة للأشخاص اللي بفكروا بالسفر بالاستثمار بالعلاقات مع أشخاص أصدقاء أو عائلية يعني عائلية اجتماعية فهي فترة ممتازة برج الأسد بالنسبة لمهليد برج الأسد طبعا بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبرضو بتقدروا اليوم تعززوا العلاقة مع إخوتكم أو مع جيرانكم أو نوع من أنواع المصالحات أو التعاون وبتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك بتكون عندك لقاءات عديد اليوم واتصالات عديدة جدا باستطاعتك أنك تدافع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة في عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك ولكن طبعا هو بزيد من سرعة البديهة ولكن لا تعتمد على سرعة بديهتك كثير ليش؟ لأنه عطارت حكينا في البداية أنه بشكل زوايا يعني ممكن يخونك هذا الأهايي المقطع برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم برضو يوم مناسب جدا لها الأمور المالية فبعض موليد برج العذراء ممكن يحصلوا على مكاسب مالية بتكون أغلبها من عمل إضافي أو مستردات، هبات، داعم أو حتى منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبلغوا بمصاريفكم بدأك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو استشفائية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأدوية أو العلاجات برج الميزان بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقها طبعا اليوم أكثر نشاط حتى من يوم أمس وهذا اليوم رح يعيدلكم ثقتكم بأنفسكم أكثر بتنجحوه في الدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد أكثر بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ممكن اليوم تقوى نسبة النجاح عندك أكثر من الحد الطبيعي وتشتد عزيمتك وتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك رح تجد أنه حتى اليوم أنت ملفت للجنس الآخر أكثر من الأيام الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الطاقة ضعيفة جدا لأنه القمر المازال موجود في بيت المتاعب فتشعروا أنه في تراجع إما بصحتكم بطاقتكم بنفسيتكم بينتابكم شعور بالتعب بالملل حاولوا أنكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل أهم إشانكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد في هاي الفترة لغاية بكرة في ساعات المساء لا يتحسن الجو هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من الولبلة والالتباسات برج القوس ابتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء بعض الأصدقاء أو مرافقتهم يعني إشيء لعلاقة بالعلاقات الاجتماعية والأصدقاء بادروا لملاقاتهم أو ملاقات الآخرين فيما انتصف الطريق لأجواء جيدة ودعم لإلكم بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشيء ما تستسلم بل كرر المحاولة اللي في الأيام الماضية ما زبطت معك اليوم بتزبط إن شاء الله وطبعاً بدك تستغل إنجاز كل أعمالك المهمة خلال هذا اليوم قبل وصول القمر لبيت متعبك برج الجديد يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم واليوم برضو بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم اليوم رح تشعر إن الأضواء كلها مسلطة عليك بتخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك لأنه هذا بيت السمعة فعشان هيك أي خطأ رح يتركز عليه وأي عمل رح تكون فيه إيجابي رح يتركز عليه برضو يعني يا إما بتم تكريمك يا إما بتم زجرك هذا اليوم عشان هيك بدك تكون بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي برضو فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هم أكثر المستفيدين ما بين معظم الأدراج لأن القمر تقريبا في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم فبتنشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو التنقلات فبتكون اليوم تضبطوا أعصابكم من فرط النشاط يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوة التجربة جديدة وباعد موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم تفكير بالسفر أو أوراق أو معاملات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة القمر اليوم أحسن من الأيام الماضية لأنه في البيت الثامن فعشان هيك تحرك من مقابلتكم أعطيكم فرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء أكثر إيجابية اليوم رح تشعروا أنه كثير من الأشياء بتتجاوب معاكم رح تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار ممكن يصير الاهتمام ببعض المسائل العائلية أو شيء بيتعلق بأحد أفراد العائلة زي ما حكينا أهم شيء يعني ضبط أعصابك وتعرف كيف تتعامل مع الأمور المادية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء